غادر الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الشباك القاهرة دون حسم قضية الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فلدلف فيما تترقب غزة ساعات الحسم هذا ما كشفه مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وهو مطلع على المفاوضات كشفه للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية في حين قال أيضا أن اليومين المقبلين حاسمين بملف الرهاء وبحسب مصادر الحدث نقلا عن مسؤولين فإن هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطى وتعيق تحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بإخطاء غزة وفيما نقلت صحيفة تايمزوف إسرائيل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين القول إن حماس خففت من بعض مواقفها في المحادثات بشأن الرهائن اتهم القيدي في حماس عزة الرشاقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بالتلكؤ والمماطلة وبأنه يبحث عن ما يعطى الاتفاق ترجمة نانسي قنقر